شيء آخر بيعجبني في المسيح التضحية المتفانية أنا مش بتكلم بس على التجسد هو معجز إنه يعني الله اتخذ جسد في ملء الزمان بتقول لي هذا كفر لا مش كفر الله هو القادر على كل شيء إذا الله بحب الإنسان وعشان يخاطب الإنسان صار إنسان هذا مش كفر ولا جهود أنا بقول لك وينتا الكفر الكفر لما بتساوي نبي في الله هذا كفر هذا تجديف على الله أنا بقول لك وينتا بيكون فيه كفر تجديف لو أن المسيح إنسان ولد إنسان وحنا الكل بآمن أنه ولد ولادة عذراوية من الروح القدس لم يمسس مريم العذرا أي بشر لو قلنا أن المسيح إنسان وجعلنا إله لقولنا هذا كفر إذا فيه ملك أعظيم ملك بلاد وفي يوم من الأيام خلع الحلة الملوكية ولبس ثوب عادي وحط هيك زي برنيطة طائية قبعة ومشي بين الناس وفات السوق والماركت هل قللت من قيمة الملك؟ مع أنه صار إنسان عادي وماشي بين الناس ومع الناس وبيهتم وبيسأل وبيعمل والناس مش عارفة هل قللت من قيمة الملك؟ لا هو ملك ولكن كونه فعل هذا ويرجع للملوكية منقول ملك بجدارة كمان وهذا ما فعله يسوع المسيح فهو ملك وبجدارة أيضا ملك لأنه ترك السماء أخلى نفسه آخذا صورة عبد يعني هي تجسد بحد ذاتها معزب يكفي أنه نقول الله ياخد جسد هذا بحد ذاته شيء عجيب لا يستوعب العقل بس أن يكون عبد ويموت على الصليب هاي قمة التضحية وقمة التفاني لكن المسيح أحبائي علم عن التضحية المتفانية مكتوب لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين يا على المثال الرائع اليوم الناس عاوزة تكون في position هيك في مقام عالي المسيح قال أنا يعني بيكفي أنه جاء من السماء اخدموني اعملولي وإله الحق للشرعية لأنه ملك لكنه قال لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين أحباء هاي هي التضحية المتفانية قال أيضا ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباءك أحبائه موسيقى اشتركوا في القناة